بس في دول امتنعت عن التصويت امتنعت عن التصويت دي يعني فيتو ولا امتنعت عن التصويت يعني معرفش الموقف ده يعني شوفي حياتك طبعا المجلس الأمن بيعتبر اللي هو 15 عضو خمسة منهم أعضاء داعمين وهم الذين لهم الحق في الفيتو وحق الاعتراض لكن التصويت هي بثلت أنواع يا إما رفض يا إما يعني موافقة يا إما اعتراض أو عدم عدم تصويت عدم التصويت زي بحياتك تفضلت ليس معناه اعتراض ليس معناه فيتو لأن لو فيه فيتو خلاص يتقرر ولا حد يجيب سرطه بعد كده لكن النهاردة أما يكون فيه امتنع عن التصويت فإنها مسألة سلبية وهي تقف بين الإيجابية وبين الاعتراض في هذا الشعر فأنا أتصور أن هذه خطوة قوية وسببها الأساسي هو الضغط الدولي الضغط الدولي في الشوارع يعني خلينا مش حكومات لكن احنا عندنا الحكومات من ناحية والشعوب من ناحية أخرى وحتى لو لم تنفذ ولكن تمثل ضغوط على حكومتها فكان لابد أن يكون لابد أن يكون هناك توازن بين الاتنين وأعتقد أن حكاية التوازن دي جاءت في عدم عدم الاعتراض في هذا الموضوع وخاصة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد صوتت على أن هناك مخالفات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في هذه الحالة ولكن زي ما احنا عارفين والسادة طبعا المشاهدين المحترمين أن الجمعية العامة ليست ملزمة ولكن هي تصويت للأراء لكن أما نلاقي ومصر هي اللي جاءت الأمم المتحدة أما نلاقي أن 14 دولة من 195 دولة قد صوتت لوقف الحرب وهدنة وغيرها فإنها تكون محلها تبار بار